ونرحب ضيفنا من واشنطن مدير مركز التحديل السياسي العسكري في معادات سيد ويتس سيد ويتس الكثير من التساؤلات عن نهاية هذه الحرب وزارة الدفاع رئيس الوزراء القادة في الجيش الإسرائيلي يتحدثون عن هدنة محددة بأربعة أيام لتسلم المحتجزين وبعدها حرب ضارية كيف ستكون هذه الهدنة؟ هل من ضمنات حصرت عليها واشنطن؟ وماذا عن التهديد بحرب ضارية لأشهر بعد الهدنة؟ هناك بعض المعلومات من التصريحات الإسرائيلية في الأيام السابقة قال الإسرائيليون إنهم مستعدون لتمديد الهدنة قليلا بالنسبة لكل مثلا عشرة من الرهائن الذين يتم تحريرهم من قبل حماس فإسرائيل ستسمح ليوم إضافي من الهدنة ولكن سمعنا أيضا اليوم أو أمس بأن الإسرائيليين يتوقعون بأن القتال ينبغي أن يستمر لشهرين إضافيين ولحد الساعة لم نسمع أي تصريح من واشنطن بشأن هذا ولكن الحديث بأنها حرب مبتوحة للقضاء على حركة حماس هذا ما أكده وزير الدفاع الأيام الماضية قد تدخل الأسبوع المقبل هذه الحرب شهرها الثالث كيف يمكن وصف الخمسين يوم من تدمير لألبناء التحتية وفاتورة مدنيين قياسية؟ الإسرائيليون يجادلون بأنهم يحتاجون لإنهاء مهمتهم أي بقضاء على حماس كقوة عسكرية وكقوة سياسية في غزة أو بأن هذا الأمر سيتكرر مرة أخرى ربما بعد عام أو عامين وهناك تصريحات من زعماء حماس وقالوا بأنهم ينون فعل هذا مرة أخرى حين يرون ضرورة لهذا الأمر إذن الإسرائيليون يقولون بأنه سيكون هناك الكثير من الدمار الآن ولكن في رأيهم هذا سيحل المشكلة ثم يمكن أن نعمل على حلول طويلة الأمد مع رؤية الأمريكية بحل الدولتين وربما عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة ولكن هذا هو الجدل إسرائيل تقول إذا لم ندفع اليوم فسندفعوا لاحقا أكثر ولكن النجاح على اختراق الدبلوماسي للصراع هذه الهدنة والاتفاق عليها استمرت المفاوضات بشأنه عبر الأطراف الإقليمية والولايات المتحدة أيضا لخمسة أسابيع كاملة ما بعد هذه الهدنة أو انهيار الهدنة في أي لحظة ماذا يضع في يد الأطراف التي دعت إلى هذه الوساطة منها مصر قطر وأيضا الولايات المتحدة أعتقد بأنها لم تكن لتنجح لولا الدعم من القطريين والمصريين والسعوديين والإماراتيين والعديد من الدول الأخرى وطبعا الولايات المتحدة طبعا هذا الاتفاق كان معقدا جدا وكان ينبغي أن ينخرط فيه الكثير من اللاعبين الإسرائيليون يتحدثون مع الأمريكيين والأمريكيين يتحدثون مع الشركاء العرب والعرب يتحدثون مع القيادة السياسية لحماس والقيادة السياسية لحماس تحاول أن تتحدث مع القياديين العسكريين في حماس إذن أظن بأن الأمر كان صعبا جدا ولكن لا أظن بأن هذا سيتكرر قريبا ألافت في مقال استقصائي في البوليتيكو بأن الولايات المتحدة قدمت نقاط أو مقرات المنظمات الإغاثية والحكومية والدولية والأممية وأيضا أحداثيات مستشفيات ولكن لم تلتزم بها إسرائيل هذا التحقيق المفصل يؤكد الانقسام أو الانشقاق أو التمرد الإسرائيلي وفق ما جاء في هذا التحقيق كيف تقرأ ذلك؟ وهل فعلا لا قدرك السابق لواشنطن على منع ربما العودة إلى حرب ضارية بعد الهدنة؟ الولايات المتحدة وآخرون طبعا مجبرون على إعطاء إحداثيات المواقع الموظف الإغاثة في بيانات ويعطونها لإسرائيل نعم إذن إسرائيل مثلا تقول للإسرائيلين لا تهاجم هذه الإحداثيات في 2014 لم يفعلوا ذلك واستمعوا إلى الولايات المتحدة في هذه المرة لم يستمعوا أعتقد بأن الإسرائيليين أحيانا يفعلون ما تطلبه الولايات المتحدة مثل هذه الهدنة التي ستبدأ غدا ولكن في مرات لا يوافقون على ذلك أعتقد أن ربما الخلافة أو الفارقة سيكون أكثر حين ستبدأ الولايات المتحدة في الدفع الجيش الإسرائيلي ومطالبتهم بالخروج من غزة ومحاولة إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة كطريق أو كمسار لحل الدولتين سنرى كثير من الخلافات بالتأكيد في المستقبل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كورونا وفي المواقف الأوروبية أيضا متقدمة تحدثت عن أهمية إنجاح هذه الهدنة بأن تستمر تحدثت عن المبادرة الفرنسية أيضا للسلام وأهمية هذه المبادرة والمتصلة بحل الدولتين والذهاب إلى خلل الحلافات معقدة واتفاقات سابقة أيضا كانت بين إسرائيل وحماس بشأن الفترات الماضية المتقطعة بنسبة أمنية مرتفعة كيف يمكن أيضا البناء على هذه المواقف وأي مسعى أوروبي قد نرى خلال هذه الهدنة لتثبيتها أظن بأن الأوروبيين لم يكونوا فعالين كثيرا فالإسرائيليون يرون هذه الهدنة كاستثناء فقط ولن يحاولوا أن يبنوا ربما السلام على هذا هم يريدون العودة لمهاجمة حماس قبل أن تتجمع قوة حماس بعض الحكومات الأوروبية طبعا توافقوا على هذا الأمر مثل الألمان والبريطانيين والحكومة الهولندية التي نجحت بالأمس ولكن بعضها لا ترضى بذلك فالفرنسيون مثلا يقودون بعض الجهود مع حكومات أخرى في هذا الإطار أعتقد أن الإسرائيليين لن ينستوا إلى الأوروبيين كما ينستون إلى الأمريكيين الحديث عن سيران الهدنة الموقعة مرتبط بما قالته قيادات إسرائيلية بأنها تستمر لأربعة أيام وبعدها تستكون حرب قاسية المواقف الأوروبية وأنت قللت من أهميتها أو من فعاليتها يبقى الموقف الأمريكي الحاسم هل ستتجه واشنطن والمسؤولين في البيت الأبيض على غير كل الاتصالات التي قاموا بها في الأسبوع الماضية لتثبيت هذه الهدنة أم هناك استحادة لذلك؟ لا أعتقد ذلك لو أن حماس مثلا أطلقت عشرة رهائن فكما قلت سيكون هناك هدنة اليوم وإذا أطلقوا عشرين سيكون هناك يوما ولكن بكل تأكيد حماس يريدون أن يبقوا هؤلاء الذين اعتقلوهم لديهم كأوراق للضغط طبعا الولايات المتحدة لا تتوقع أن ينتهي القتال قريبا والرئيس بايدن رغم الاضطرابات هنا والمظاهرات فهو لا يسعى لأن يضغط كثيرا على إسرائيل وفي الوقت ذاته يسعى لأن يتوصل إلى اتفاق كما رأينا في أمس بالعمل مع بعض الدول الإسلامية وبعض دول مجموعة البريكس فالكثير من الدول تريد أن ينتهي القتال ولكن إدخال اليوم المساعدات الإنسانية الإغاثية الأدوية التجهيزات الطبية الوقود لتشغيل هذه المستشفيات ضرورة ملحة الحاجة أو الانقطاع لأسبوع طويلة وشح دخول هذه المساعدات قد يذهب إلى معادلة تمديد كل يوم بتسليم أيضا عدد من الأسرة وتبادل الأسرة والمحتجزين بين إسرائيل وحماس لحد الساعة لقد رأينا الكثير من المعاناة في غزة وهذا لم يوقف القتال لا أعتقد بأن القتال سيتوقف في المستقبل على الأقل في المدى القصير نحن نعلم أن هذه القضية تحرك الرأي العام في دولايات المتحدة ودول أخرى ضد إسرائيل فربما سيقررون أن يتخذ إجراءات إضافية لحل هذه المشكلة الإنسانية ولكن لا أعتقد أن السجناء أو تبادل السجناء والرهائن أو المظاهرات ستوقف إسرائيل عن قيادة الهجوم في الأسبوع المقبل لأنهم يريدون أن ينهو المهمة كما قالوا أشكر ضيفنا جزيلا شكر كنت معنا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن الخبير وأيضا المستشار الأمني والعسكري المعروف ريتشارد ويدز شكرا جزيلا لك